بسم الله الرحمن الرحيم معكم شركة أوم للتجهيزات الطبية نقدم لكم معكم مهندس بشير متولي مهندس تجهيزات طبية مديل قسم صيانة الأمواج فوق صوتية في شركة أوم حاصل على شهادات في الصيانة من هولندا وأمريكا وابليكيشن من تشيك وبعض التدريبات على الإير ليرنينج من فليبس سايت إن سينتر ستكون الدورة هذه عن أساسيات التصوير الأمواج فوق صوتية وسيكون منهج الدورة على الشكل التالي نبذة تاريخية عن جهاز التصوير الأمواج فوق صوتية ومقارنته مع الأجهزة الأخرى مفاهيم ومصطلحات أساسية متعلقة بالأجهزة الصدى البروبات وأنماط الأنظار المختلفة المخطط الصندوقي وتطبيقات الطبية متعلقة بأجهزة الصدى النشاطات التي ستتم خلال الدورة ستم ترجمة بعض التقارير أو مواضيع متعلقة بأجهزة الأمواج فوق صوتية بداية سنتحدث عن الأجهزة التصوير التشخيصية لدينا أجهزة تصوير مختلفة شوعية وغير شوعية بالنسبة للأجهزة التصوير هناك نوعين هناك أجهزة تصوير علاجية وأجهزة تصوير تخشخيصية سنعتمد في هذه الدورة عن الشرح عن الأجهزة التصوير التشخيصية مثال هذه أجهزة التصوير التشخيصية أشعة سينية جهاز X-ray العادي الذي يعتمد على قياس التكامل من خلال معامل التخميد فهو يعتمد على الصورة التي تنتج عن خيال أو ظل الجسم المصور أو جسم الإنسان أما بالنسبة للطبق المحوري فإنه يعتمد على الصور بشكل تشريحي فهناك مشكلة بالنسبة للجهازة السينية أن هناك تراكب في البناء يتم التغلب عليها من خلال جهاز الطبقي المحوري أيضا يعتمد على ظل الصورة أما بالنسبة للأمواج الفرق صوتية فإنها تقيص العناكاسية في الجسم لذلك تستخدم الأمواج الفرق الصوتية فهي تختلف عن مبدأ الخيال أما هنا تتم قياس العناكاسية يجب أخذ بعين الاعتبار أنه بالنسبة للجهاز الإيكو نقة الحيزية الخاصة به ضعيفة أما والأمواج الفرق الصوتية تكون لها إمكانية محدودة بالقدرة على إضاحة النافذة الصوتية ستحدث عن النافذة الصوتية بالتفصيل ويظهر قصور في إمكانية تصوير التراكب بين أعظام والأنسجة الرئة هذه بعض المشاكل التي سنواجهها في جهاز التصوير الأمواج الفرق الصوتية ما هو أهم الاختلافات بين هذه الأجهزة؟ يجب أن نقول على سبيل المساء السؤال الذي يطرح نفسه لماذا نحتاج إلى أجهزة مختلفة في التصوير؟ لذا ماذا لا نعتمد على جهاز الإكس ري وحده دون الإتراساون؟ لذا ماذا لا نعتمد على الـ CT؟ أن كل جهاز يقويس تداخل بين الطاقة والأنسجة الحيوية فهو يختلف ويؤمن قياسات فيزيائية لخواص الأنسجة فالتفاعل الأمواج الفرق الصوتية تختلف عن متفاعل أمواج الإكس ري أمواج الثيني إن الأنسجة التي تكون متماثلة في إثنين من الخواص الفيزيائية ممكن أن تكون مختلفة في الثالث ملاحظة كل جهاز يجب أن يرتبط بخاصية فيزيائية والتقيص ووظيفة الأنسجة عادية والغير عادية إذا أمكان هناك اعتبارات مهمة يجب أن نأخذها بعين الاعتبارة ضمان كلفة الجهاز فنلاحظ أن الجهاز الألتراساوند أقل من غيره الأمان والنقل هنا بعض الأمثلة عن مهيط صورة القلب لعدة أجهزة فهنا الإكس ري هنا الطبقي هنا البيت هنا مرآي هنا الإيكو الألتراساون وهنا سبيكت هذه الصور كل واحدة تعطي وظيفة أو معلومات تختلف عن الأخرى لذلك نستخدم أجهزة مختلفة هناك أمور يجب أخذها بعين الاعتبار عند مقارن بين الأجهزة المختلفة فعلى سبيل المثال المرنان لا يحتوي على إشعة ضارة أيونية كالإشعة السينية صورة القوية عالية جودة يحتوي على صورة ثنائية وثلاثية الأبعاد لا يمكن أخذ الصورة بالزمن الحقيقي لا يوجد منه رآي أنك قال تكلفت الصورة عالية وتكلفت الجهاز عالي أيضاً شعة متأينة أو شعة ضارة له صورة بدقة عالية يمكن تصوير صنائية أبعاد وثلاثة أبعاد لا يمكن تصوير بالزمن الحقيقي لا يوجد منه نقال ولكن الآن بدأ تفكير بتصنيع طبيقيات نقالة الكوست تبعه عالي ويمكن تصوير بعض الجزئات من خلال بت سيتي جهاز لتصوير الأمواج فوق صوتية أو الإيكو لا يملك أي إشعة ضارة أيونية صورته مقبولة إلى وسط إلى جيدة يمكن تصوير صنائي بعض ثلاثي بعض يحتوي على تصوير الزمن الحقيقي يمكن نقله أينما كان تكلفته مخفضة ويمكن تصوير الجزئات من خلال مواد الظليلة أو البابلز اللي يسمون كونترست ميديا لدينا جهاز الإكس ريي يوجد إشعة تأيونية دقته عالية لا يمكن تصوير ثلاثة أبعاد فقط ثلاثة أبعاد ريال تايم بالزمن الحقيقي لا يوجد منه نقال والآن يوجد بعض أجهزة نقالة كوست موسط ولا يمكن تصوير الجزئات البت نيكولار في إشعة تأيونية لو جودة صورة ضعيفة تصوير ثلاثي بعض لا يوجد زمن الحقيقي لا يمكن نقله وتكلفته موسط لعالي يوجد تصوير جزئي نلاحظ هنا بعض الأمثلة عن أسعار الأجهزة وصورها وأجل تكلفتها سنحدث عن نبزة تاريخية عن جهاز الصدى القلبي سنشاهد الآن فيلم يشرح لنا كيف بدأوا بالتفكير بجهاز تصوير الأمواج فقصوطية ملاحظة أن جهاز تصوير الأمواج فقصوطية يدعى في بعض الأحيان سونار وهو مقتبس من جهاز سونار الذي يقيس المسافات تحت الماء وتحديد مواقع الغواصات حيث أول ما بدأت تصوير أول ما بدأت الفكرة في فكرة الغواصات حيث قام بعض السفن بوجود امتلاك جهاز سونار الذي يرسل أمواج تصطدم بأي شيء معدني تحتها ثم تعود لتحدد موقع هذا الشيء المعدني الذي قد يكون غواصات أو مواد معدنية أو بعض السفن الغارقة تختلف لم يتوقع أحد أن يستخدم هذه التقنية كأددات تشخيصية ومعالجة في الجسم الإنسان ولكن تم نقل هذه التقنية إلى جهاز الصدى أو جهاز الإيكو الذي يعتمد هذا الجهاز على الأمواج المرتدة عن جسم الإنسان أن هذه الأمواج ترتد على الحواجز الفاصلة بين الأنسج المختلفة مثل الماء والدهن والدهن وعضلات سنشاهد هذا الفيلم الآن نستمع له كما ترتد على الإنسان عندما كانت السنوات المتحدة بالتعطيف في العام المتحدث الناس لم يكنتحدث أن ذلك أيضا تقنية سنوات تتعطيفاً لكما تتبع لتقنية وطيئة الأنسج المتحدة بأيضاً، أفضلت وستطيع أن تفكرتها وليس ما بيسم تقنية تقنية في الأمواج المال تقنية الأنسجات تقنية تقنية لدهن تقنية الأمواجات في الناس هذه الفكرة التي شرحتها شاهدناها بهذا الفيلم الملخص لما سبق نلاحظ أن أي صورة أمواج فوق صوتية يمكن تشكيلها على الشكل التالي هذا الحقيقي هذه الصورة أو جسم الإنسان لنفترض وهذه البيم أو حزبة الأمواج فوق صوتية يتم رسم هذه الموجة على خط على سبيل المثال نلاحظ سواد في الهواء في المنطقة التي هي كتلة A يعطي نوع من رمادية حسب العينكاس ثم سواد ثم منطقة أيضا رمادية ثم سواد هذا آلية رسم الصورة الثنائية البعد ومنه نحصل على مثل هذه الصورة كفكرة تاريخية يجب أن نقول عنها أن جهاز الصدى القلبي بدأ في 1822 دانييل العالم السويسري فكرة الجرس تحت الماء في محاول حساب سرعة الصوت في الماء في بحيرة جينيفا ثم انتقل في عام 1880 اكتشف بير كوري عالم بير كوري التأثير الكهروجهادي في الكريستالي والكريستالي هي أساس جهاز التصوير الأمواج فوق صوتية فبدونها لا يوجد أمواج فوق صوتية ومن بعدها تم اكتشاف تقنيات صدى الصوت ذو تراداتا العالية في 1912 بعد غرق تايتانيك تطورت أنظمة الكشف حيث أحاول البحث عن الذهب الموجود أو الثروات الموجودة في هذه السفينة فبدأوا يطورون الأجهزة الكشف تحت الماء خصوصا في غراض الملاحة وتطورت أيضا في حرب العالمية الأولى من شأن الكشف عن الغوازات هذا القذي قاد إلى اكتشاف السونار هذا الكلام كان في 1912 أما في عام 1940 تم اكتشاف أول ماسيحات الطبية لأول جهاز طبي أو أول موديل طبي فإن الأمواج فوق صوتية استخدمت من أجل قيام بدور مماثل لذلك الدور في الأشعة والعلاجات الكيميائية يعطينا صورة تشخيصية عن جسم الإنسان إن المكتشف الحقيقي لتشخيص الأمواج فوق صوتية هو جون وايلد الذي تخرج من جامعة كامبرجد في بريطانيا حيث اكتشفت تصوير الأمواج فوق صوتية الأحاديث البعاد إيمود ثم في 1950 تم إنتاج أول جهاز في المجال الطبي بعد ذلك قام مهندس إلكترون جون الذي جون وايلد أند ريد عالم ريد الذي قام ببناء وشغل جهاز الأمواج وتشغيل جهاز الأمواج فوق صوتية الأكثر انتشارا في العالم وكلهم من العالم والوريد قاموا ببناء أول جهاز يعتمد على هاندهيلد يعتمد على بيمود الذي يمسح الصورة ويعطي مستخدمه إمكانية رؤية التامور بخلال تحريك من جهة الأخرى خلال إضلاع الصدر في عام 13 1953 تم حصول على أول صورة بالزمن الحقيقي لكتلة 7 ملم في الصدر هذه بعض التواريخ أحببت أن أضعها لكم حتى تشاهدوها لمعرفة مراحل اكتشاف أمواط الإظهار وتقنيات الجهاز الأمواج فوق صوتية نلاحظ هنا في 42 و 49 و 47 و 54 و أخيرها في التسعينات لاختراع الجهاز الديجيتر هنا بعض الصور حببت أن أريكم إياها عن كيفية كون الجهاز التصوير الأمواج فوق صوتية كان يعتمد على ذراعين موصولين على المريض لاحظ هنا ذراعين موصولين على البروب للموصول على المريض لا يوجد صعوبة في حركة هذا البروب ثم من خلال بعدها اكتشاف ذراع يحرك البروب يسعى من قبل الطبيب ولا يكون ثابت كمان في الشكل اللي بقايا في السبعينات ثم اكتشاف الريال غري سكيل ستاتيك إميش للأعضاء الداخلية ثم نتصف السبعينات ثم اكتشاف الريال تايم في بداية الثمانينات اكتشاف الدوبلر وكالر دوبلر هو جهاز التصوير يحتوي على 128 قناة هذا سمح لصور الأمواج فوق صوتية الأبيض وسمي لوني أن تكون عالية الدقة تم ايضا اكتشاف الهاند هيلد كما هو موجود ومشاهد بهذه الصورة نلاحظ هذه الصورة لأوائل الجستال إيكو كانت بهذا الشكل كراسم إشارة وهذا الزراع الحامل للأوائل الكريستالات والأولى البروب على اليسار هنا أن نشاهد أول بروب لتصوير مهبلي سنتكلم الآن ونتحدث عن بعض المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها في تصنيف الإيكو تصنف الأجهزة الأمواج فوق صوتية حسب ما يلي وهذا تصنيف ليس الوحيد ولكن يعتمد اعتماده من قبلي كمؤشر أو كمساعد أو كأحد التصنيفات المختارة الأجهزة فوق صوتية يمكن أن تصنف بعض الطرق منها نوع توجيه الحزم الأكترونية هل هي تعتمد على المصففات القطاعية أم على توجيه حسب العناصر المختارة أيضا نوع التطبيق هل الجهاز الذي لدينا قلبي أو توليده نسائية أم بطن طبعا يختلف هذا التطبيق أو معرفة الجهاز أنه قلبي أو تصنيفه على قلبي حسب البرامج الموجودة بهذا الجهاز وحسب أنماط الأظهار أيضا موجودة بهذا الجهاز وحسب البروبات الموضوع على هذا الجهاز ثلاث برامترات هي التي تحدد الجهاز هل هو قلبي أم نسائي أم أوعي أم بطن طبعا يجب أن اخذي اعتبار طبيعة تشكيل حزمي هل هو أنالوج تمثيلي أم رقمي ديجيتال هناك أجهزة تمثيلي أنالوج هناك أجهزة سيمي ديجيتال أو هجيني هايبر يسموها بين تمثيلي ورقمي وهناك أجهزة رقمية فول ديجيتال قابلية النقل هل يمكن نقل الجهاز أم يكون محمول باليد أم هناك عربة ضمن هذا الجهاز هناك مزايا أساسية يجب أن نذكرها للأمواش فخصوطية أنه لا يوجد به رادياشن أو أشعاع أيوني أي أنه سيف آمن قليل ليس غاليا يعطينا الصور بالزمن الحقيقي بدقة طبعه عالية يمكن تصوير الجريان الدموية ويعطينا معلومات عنها سهل بالنقل من مساويه إذا كان العضو يحتوي على غاز أو بناء عظمية فإن الصورة تكون جدا صعبة أو ضعيفة فلا يمكن أن نحصل على صورة جيدة من مساويه أيضا أنه الموافذ محدودة لتصويره على سبيل المثال القلب يعتمد جدا على مهارة المستخدم أيضا من الصعب أن نحصل على صورة جيدة أو قوية في حال المرضى البدينين هذه المساوي أهم المساوي الموجودة في جهاز الأمواج فوق صوتية هنا انتهت الجزء الأول من المحاضرة الذي يرغب يمكن أن يذهب إلى الإنترنت ويبحث عن هذه الأسئلة التي قد تساعده ما هي الموازاية فوق صوتية عن باقي الأجهزة الطبية يمكن البحث عنها وما هي مساوئها ذكرت بعض المزايوز بعض المساوي يمكن البحث عن باقي المساوي والمحاسن أيضا ما هي المبادئ التي يعتمد عليها تصنيف الأمواج فوق صوتية ذكرت كم أربع بنود هناك بنود أخرى يمكن بالذهب إلى الإنترنت والاطلاع لحصول على معلومات أكثر وشكرا لإنصاتكم